في قبال هذه الروايات وجد اتجاهان أعزائي الاتجاه الأول وهو الاتجاه الشاذ في مدرسة أهل البيت ولكن صوته عالي وهو الاتجاه غير العلمي وهو الاتجاه غير التحقيقي وهو الاتجاه الذي واقعاً أضر المدرسة مدرسة أهل البيت ضرراً لا يمكن أن يجبر إلى قيام الساعة قال بأن المرادة من هذه الروايات أن هناك الآلاف من الآيات القرآنية ماذا؟ كانت واردة في أهل البيت وحذفت حسن بعض قال ألف بعضين ألفين بعض ستة آلاف بعض خمسة آلاف بعض اثناث ألف ما أدري سلثياً هذا الكتاب وهكذا وهكذا وكان لهم شاهد على ما يدعون هذا الشاهد أعزائي ورد في تفسير عياش في المجلد الأول صفحة تسعة وثمانين وهي الرواية المواردة عن داود بن فرقد عن من أخبره سند مواضح بعد عن أبي عبد الله قال لو قد قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين يعني الله سمانا ماذا؟ في القرآن وهم قالوا بعد أوضح من الرواية وانتجدون بأنه ما هو؟ أسماؤهم إذا حذفت ماذا؟ من القرآن هذا الاتجاه وهو الاتجاه الذي يعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو قرآن ما هو؟ ها؟ محرف وهو قرآن ناقص هسا جيد ناقص ناقص ألف آية ناقص مائتين آية ناقص ألفين آية ناقص اثنى عشر ألف آية ذاك بحث آخر الآن ما ولكنه يعتقد بهذا ولعله من أوضح من كتب في ذلك هو من؟ ها؟ النوري صاحب المستدرك هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني قال نعم أن كل هذه الروايات صحيحة خلقوا ذهنكم يومي أن كل هذه الروايات صحيحة ومعتبرة ولكن ليس تفسيرها كما تفهموا أن المراد من التسمية والمراد أنه نزلت فينا والمراد أنها لها كرائم كرائم الآيات لنا يعني في التوصيف والنعتي وال ها؟ درجات والمقامات مو المراد في ماذا؟ في الأسماء وأقاموا شواهد كثيرة على ذلك الآن مو بصدد بحث أعزاء تحريف القرآن له محل آخر وأنا عندي كتاب وأعطينا للإخوة تحريف القرآن صيانة القرآن من التحريف موجود بأيديهم بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب مختصر مفيد وكل هاي شبهات أنا طالح ما هو القرينة؟ القرينة الأولى انظروا إلى هذه الرواية يقول عن الباقر بعد مسمينا كما سمي من قبلنا من قبلنا سموا بأسمائهم له بأوصافهم إذن هاي روايات التسمية مو مراد تسمية ماذا؟ علي حسن وحسين وإنما المراد من التسمية يعني ماذا؟ يعني بيان سننهم سيرتهم تاريخهم أوصافهم أحكامهم إلى آخر هسا الآن ما ندأقف عند القرائن الداخلية للروايات أعزائي أنظروا إلى القرائن الخارجية وأنقلوا لكم القرائن الخارجية من علمين من أعلام الإمامية اللي لا إشكال في أنهم يعدون من الأعلام المحققين يعني من هالجهة لا يوجد بحث في أنهم من المحققين أو لا الأول أعزائي سيد الإمام قدس الله نفسه في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية الجزء الأول صفحة أعزائي الجزء الأول صفحة 245 يقول وبالجملة سأقرأ العبارات شوية بسرعة لأنه مهمة جدا وبالجملة لو كان الأمر كما ذكره أصحاب التحريف من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل البيت وفضلهم لأنه الآيات ماذا قالت؟ ربع القرآن يعني لا أقل إشقيد عزيزي إشقيد يعني؟ يعني ألفين آية إذا قلنا ثلث القرآن يعني إشقيت؟ إذا قلنا القرآن 11 ألف آية كما في كتاب باب النوادر من القرآن من الكافي إذن ربع القرآن إشقيد ينصر مولان؟ ينصر 14 أربعة آلاف وخمسمائة آية إذن بينك وبين الله مفتح عدد مولان يعني قرآن كامل يقول لو كان الأمر كما يقال من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته فلما لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة؟ يا أمير المؤمنين مولانا عاش ربع قرن بل عاش بعد رسول الله من 11 هجرية إلى مولانا إشقيت؟ أربعين من الهجرة يعني حدود ثلاثة حقود يا أخي ولا جملة واحدة أنه قال ألم تقرأوا في قوله تعالى كذا أخر لماذا؟ يقول لما لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي لا أمير المؤمنين ولا فاطمة وهم كلهم كانوا في مقام الاحتجاج ماذا؟ على السلطة بعد خطبة أمير فاطمة سلام الله عليها في المسجد بعد أفضل موضع حتى تقول الحق وفاطمة والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر ومقدار وعمار وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجون على خلافته ولم تشبث هو وهم بالأحاديث النبوية والقرآن بين أظهرهم لماذا ذهبوا إلى حديث المنزل؟ لماذا ذهبوا إلى حديث الغدير؟ لماذا ذهبوا إلى حديث الطير؟ لماذا؟ وَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَشْحُونًا بِاسْمِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَأُولَادِهِ الْمَعْصُومِينَ وَفَضَائِلِهِمْ فبأي وجه خاف النبي في حجة الوداع وأنه أن يبلغ ماذا؟ إمامته عشرات مئات آلاف الآيات نازلة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته وكان يستطيع رسول الله يقول بابا شينو أبلغ وأنا أربعة آلاف وخمسمائة آية بلغت وماذا بقي حتى أبلغ؟ قال ولمَا خاف النبي في حجة الوداع سنين عمره آخر سنين عمره وأخيرته نزول الوحي من تبليغ آية واحدة مرتبطة بالتبليغ حتى ورد والله يعصمك من الناس بعد ولمَا احتاج النبي إلى دوات وقلم حين موته للتصريح باسم علي مُؤسم علي وارد وين في القرآن بيني وبين الله عاقل يترك ما ورد في القرآن ليستدل بماذا؟ ها؟ بالدوات والقلم أو أنه أراد أن يقول كذا فهل رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي لإلهي رسول الله هكذا كان يفكر وبالجملة التفت جيداً ففساد هذا القول الفضيع واقعاً فضيعاً الإنسان لو يعرف الآن الفضائيات من أين دتضرب ماذا؟ ها؟ من أين دتضرب التشيع؟ يعرف جيداً أنه قدر فسادي وضرري هذا القول غفر الله لصاحبه ففساد هذا القول الفضيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكه إلا أن هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحفاظ شريعة سيد الأنام ثم بعد ذلك على خلاف طريقة ومنهج السيد الإمام بعده نانا سيد الإمام ما يتحمل أنا نادراً أجد أن السيد الإمام يتعرض لإسم ويهجم هجوماً ما بعده هجوم فيأتي إلى منه؟ إلى المحدث النوري ويذكره بالإسم بعده يقول وأزيدك توضيحاً لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كانت كل كتبه لا تفيد علماً ولا عملاً هذه نادر سيد الإمام يهجم على أحد لأنه ليس أخلاقية الإمام أن يتكلم ماذا؟ ولكن القضية لأنه مرتبطة بكرامة المذب بعد هذه القضية بعد بيها أنه هذا نحفظه لا لا أبداً وإنما هو إيراد كتبه وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدين الثلاث المتقدمين هذا حال كتب روايته غالباً غالباً كالمستدرك حتى من لا تصور فقط عندنا نتكلم على جنو على فصل الخطاب ولا تسأل لا تشخصنها مع الأسف الشديد عندما أنا عندما أشكل على بعض المنهجيات الموجودة في المرجعية النجفة أو غيرها مباشرة يشخصنها ها والله يتكلم على فلان على لا لا أبداً الكلام مو عن الشخص وإنما الكلام عن ماذا عن المنهج قال وهو شخص صالح أنا ماذا أتكلم أنه هو شاد منه مو غاجب بس بيني وبين الله أهل هذه الصنعاء أو ليس أهل هذه الصنعاء ليس أهل هذه الصنعاء وهو رحمه الله شخص صالح متتبع إلا أن اشتياقه التفت إلى هذه العبارة الشوق فوق الحب إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع طبعاً يدور مولانا هذا شاب بالرؤية هذا شاب بالطيف مولانا وش تسوي له هسا الآن الآن بعد السيد الإمام قلت لك على خلاف طريقة السيد الإمام هنا بعد ما يتحمل مولانا يحمل على النجف مولانا يقول والعجب من معاصره السبابة انتم وجدتم هذا دا يغرق سفينة أهل البيت اللي رووها هذه الشجرة بدمائهم هذا دا يجعل فيها الطعنة وهو أن أهل البيت قائلون ماذا بتحريف القرآن أنتم وجدتم هذا الإنسان وإن كان خوش آدمي لأخذتم على يده وهذه هي وظيفة المؤسسة الدينية والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت تتدكتك على الأرض لأنه هو يعرف آثار هذا الكلام يقينا الإمام قال قبل ماذا أربعين سنة خمسين سنة اللي لا فضائيات ولا قنوات وإنتوا الآن ارجعوا إلى كل القنوات اللي دتضرب عمق التشيع دتضربه من أي بعود عزيزي أنكم تقولون بماذا بتحريف القرآن وأنتم ما تستطيع مولانا ما تستطيع ماذا تفعل يعني للمحدث النوري ماذا تفعل له ماذا تفعل له في النتيجة تقول مو من علماءنا أخو من علماءك حتى وجدت في بعض القنوات رايحين مصورين مولانا وين مدفون في مدخل حرم أمير المؤمنين قالوا بيني وبين الله إذا هذا ما إلى قيمة علمية لعد يش يدفنوا في أقدس مكان عند الشيعة شوفوا حتى يقنعوا لآخر أنه لا يبا كلها تقيدة يقولون نحن من قل بالتحريف وإلا واقعهم شنو يقول بالتحريف هذا كلام من أعزائي كلام سيد إمام قدس الله نفسه تعال لسيد أخوي في البيانة أعزائي ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير عجيب التفات قيمة جدا يقول إذا كان علي مذكور في القرآن بيني وبين الله يحتاج رسول الله أن يجمع المسلمين في غديرهم يجمع الأمة الإسلامية في غديرهم يقول من كنت مولاه فهذا علي خوة يقرأ لهم عشر آيات أيهما أوقع في نفوس المسلمين آيات القرآن له حديث الغدير حديث الغدير فإنه صريح في أن النبي إنما نصب علي بأمر الله وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك وبعد أن وعده بالعصمة من الناس ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ما هي الحاجة إلى أن ينصب هذا التحصيل الحاصل بما هو ماذا أدنى من الحاصل أردأ أنحاء تحصيل ماذا الحاصل ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ولما خشي رسول الله من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ وعلى الجملة خلي ذهن كمي وعلى الجملة فصحة حديث الغدير توجب الحكمة بكذب كل رواية قالت بالتحصيل أن فضائل علي واردة في القرآن لماذا لأن حديث الغدير متواتر قطعي وتلك روايات أحاد وعند التعارض أيهما يسقط ها تسقط الأحر هذا همات الاستدال للأصول ما قال هذه الروايات توجب الحكمة بكذب هذه الروايات التي تقول أن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي ونزول عامة القرآن وشوعه بين المسلمين على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه هذا التفتوا جيدا هذا هو البحث المتني مع أن منهج سيد الخوة منهج ماذا سندي ولكن هنا يقول حتى لو كانت الرواية صحيحة هنا لا طريق لنا إلا ماذا أن نحاكم الرواية ماذا متنيا مضمونيا فإن ذكر اسمعلي في مقام إثبات النبو والتحدي على الاتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمي علي وأهل بيته في كتاب الله ما قال الإمام ومن قال لك أنه لم يسمي علي وأهل بيته قال فقول لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك ثم الإمام مفصل الرواية موجودة في الكافية عزيزي يقول أن الإمامة نزلت أولي الأمر وفسر لهم من رسول الله فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات يا روايات روايات اللي يقول أسماءهم وردت وموضح للمراد منها يعني موضح للمراد من التسمية مسموين فيه وأن ذكر اسم أمير المؤمنين كان بعنوان التفسير بيان المصداق وووو إلى غير أمير المصداق